اشتركوا في القناة سلام سلام النافضة هنبتدي بسيطة عن البيوماتيكس اعرفكم بمفسي مدى احمد عز انا معي ماجستير في الجيناتيكس بايومفرماتيكس ومي اتش دي كانديد في جامعة السرات بايومفرماتيكس ان شاء الله نسعد جميعا بالبيوماتيكس ونقدر نتعرف من خلالها على الفروع الخاصة بمجال البيوماتيكس عايزيني قبل ما نبتدي سؤال مهم جدا ومعيزيني من خلال النافضة والانفورماتيكس ومن نقدر نفرق مفهوم والانفورماتيكس لأن نكون عارفين كويس ان البايوماتيكس ابلد على الانفورماتيكس مش الداة آآ الصوت واضح؟ طيب. النسبة للآآ للفرق بين الداتا والإنفرميشن هنقوم بيش داتا اللي حصلها وده أول طريق لهيكالة اللعنات. بقدر انفرميشن تتحول لنولدج. طيب بين الداتا والإنفرميشن والنولدج. الخائل اللي في النفس بينهم هو البروستنج من الداتا لإنفرميشن والنولدج. طيب. يا مثلا لو انا حبيت اتكلم اقول مثلا الجين الفلاني المسؤول عن لون الشعر الاسوء. مثلا. مجمعنا ذكرت البروستنات بتاعت الجين وسكتت بيش داتا. لكن ما بتدي اقول ان الداتا دي جائم من الجين ده معزول من السكين بتاعت الجلد الراس مثلا. اقول ان الداتا دي جائم من الورجانزم اللي هو الهيومن. واقول ان البروجيكت اللي بتاريخ كذا هو اللي عمل البروستنج للجين ده. كل البيس وداتا دي كلها. كل الافزاء المعلومات اللي اللي حربطها ببعض وعملها ريليشنشف. هاي دي الانفورميشن. طيب. مرحلة النولدج بقا. هي عملية مانجمنت للداتا. يعني الانفورميشن.